خدمة الاهالي وتحقيق النجاحات يبدو انها لا تروق لتجار السياسة والمصالح الضيقة هذا العرف المغلوط اسسته مثالب العملية السياسية في العراق ليذهب ضحيته من اعطى وقدم وخدم ابناء مدينته هذا الكلام ينطبق كثيرا على شخصية عيسى الساير قائم مقام الفلوجة السابق في الانبار الذي تعرض للاستبعاد السياسي المقصود من منصبه بعد ان اصبح رقما مهما في المدينة منذ ان تصدر السواتر الامامية في عمليات التحرير مرورا بعمليات البناء الاولى حتى قيادته لمشاريع الاعمار الرئيسية بالمدينة التي اسسها ووضع خرائطها لتزعج المفلسين الذين سرقوا جهوده في وضح النهار استاذ عيسى بوثوبان من اول العالم اللي كانت على الساتر عالم بالنسبة لي كنت مهجر بالسياحية واعرف شغلة كله زيان نسبة للصناعة كان الدمار بلشه يعني عن طريق البلدية وعن طريق هو الرابع العلوية كله تمبلشت المعاناة بلشت الانقاذ شوالها من الصناعة بلشت الشوارع تنظيفها يعني ساهم بهوائي شغلات والله ما قصر الرجال حتى مع سطوة المتنفذين في الانبار والذين استبعدوا السائر ظلما لا زال الاهالي في الفلوجة يتذكرون جيدا ما قدمه هذا الرجل من جهود جبارة تشهد عليها افتتاح عشرات المشاريع الرئيسية منها الأحياء السكنية بعد رفع مخلفات الإرهاب وإعادة الحي الصناعي الذي يعد مصدر رزق لمئات الأسر عندما بدأت عملية التحرير في مدينة الفلوجة كان لدور كبير بالدخول مع القوات الأمنية في المساهمة في عملية التحرير مع كثير من الدوائر الخدمية التي دخلت إلى المدينة أثناء عملية التحرير وأيضا الحمد لله كان يتوفيقنا رسولا تعالى أنه استطعنا أن نعيد البنى التحتية والخدمات إلى المدينة وكذلك المساهمة في رفع كثير من المخلفات مع المنظمات الدولية والمحلية والقوات الأمنية في رفع المخلفات الحربية الموجودة في مدينة الفلوجة ما تعرض له السايرو والكثير من الشخصيات الوطنية في الأنبار مؤشر خطر يستدعي تدخل الحكومة المركزية لإيقاف نفوذ من يحاول اليوم أن يحول المناطق إلى إقطاعات حزبية ضيقة لكسب الأصوات الانتخابية لا سيما بعدما رصد في هذه الأيام من عمليات شراء أصوات يقودها حزب سياسي أغلبه من الطبقة السياسية التي تستأثر بالمناصب وتستخدمها كسلاح نفوذ وإقصاء من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة